اهلا بالربيع واهلا بأحلى عيد لهو عيد الام ويمكن اول كلمة لفظتها هي ماما واول صلاة صليتها للماما ويا رب تخلي الماما واكيد هالشي من مني مني منك العديس من سيسيل من مريا من كورين ومن يوسر والله يخلي كل امات لبنان لانه الام بتلم وكل امات اكيد فريق العمل الموجود معنا اليوم واكيد بدي يقول لام الشهيد فتخرة لام المفقود ما تفق دي صبرك ابدا ولا املك وللناس اللي امهاتهم بالسماء اكيد شايفتهم من فوق ويلي بدون يصيروا امات عرفوا ان انتو مهمين كتير بدكن تصنعوا اجيال لكل ام اليوم بعيدة بعيدة وبقلة اكبر بوسة واكبر غمرة وخليلنا ياكن بركة واليوم حبيت اني دوي على كتارة من الامهات يلي عندن مطالب كتيري مع انه الام ما عنده الا مطلب واحد راحت عيلتها وفرحت ابنائها وتكون عيلة متماسكة بعرف في كتير اهالي مفرقين في كتير الهجرة بعدت الناس عن بعضها ولكن ما ممكن بعيد الام ما يلتقوا حتى بالصلاة او بالروح او بالتليفون او بالتواصل اليوم اول محطة عنا بدنا نتعرف على منظمة كفا كفا عنف واستغلال لانه هناك امهات معنفين بالاسر مستغلين وبالوقت زيته بدي اقللهم اليوم انه ما تخافوا في معكن قانون في عندكن منظمات في اثار اكيد ان كانت معنوية او ان كانت نفسية الكل حاضر وبصرني باول محطة اني استقبل السيدة ريمة ابي نادر اللي هي مسؤولة عن مركز الاستماع والارشاد في كفا عنف واستغلال اهلا وسهلا فيك يعني على الاربع وعشرين ساعة ادي في سيدات يتجرقنا وبيتصلوا فيكن وبيخبروا شو عندهم هذا اكيد عدد الاتصال ما بيعكس الواقع ما بيعكس فعلا الحاجة للنساء اللي هنا بحاجة انه يتصلوا ويلاقوا حدا يستمع لقلون بس اكيد نحن على خط الامان والخط العادة لمنظمة كفا بطلق عدد كبير من الاتصالات وبفتكر يمكن مش بس لكفا في كمانة غير جمعيات بطلقوا كمانة اتصالات لانه للأسف عدد النساء اللي هنا دحايا العنف عدد كبير بمجتمعنا وخاصة انه بعد ما صار فيه اكرار للأنون يلي بيحمل نساء من العنف الأسري ويلي نحن بعدنا عمل ناشد المسؤولين بإكراره بوقت قريب يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني الحكي حقيق ما تستري على المشكلة هيدا كتير مهم هو يمكن شعار بس لكان هو وايقع كمان اليوم بتلاحظوا من وقت تأسيس منظمة كفا استغلال وعنف عم بتزيد الاتصالات يعني صار فيه ناس مشجعة أكتر أمهات أكتر مزبوط المشكلة ما فينا نقول ان المشكلة مش موجودة من الأساس بس أكيد يمكن من خلال الإعلام دور الإعلام كتير مهم عم بيدوي على دور هالجمعيات وبرجع بقول فيه كفا وفيه غير مؤسسات بيعانوا بنفس المشكلة صار فيه أكتر يمكن جرأة عند النساء أنه يطلبوا مساندة من قبل هالجمعيات لأنه نحن نعرف أنه ضحية العنف ما فيها تواجه المشكلة لوحدة وهي بحاجة لمساندة أشخاص نوجدوا لحتى يكونوا بهذا الإطار ويساعدوا لأن العنف هو بحسب منظمة الصحة العالمية والاستخدام المتعمد للقوة أو السلطة أو التهديد بذلك ضد الذات أو ضد شخص آخر أو عدد من الأشخاص أو مجتمع بأكمله قد يترتب عنه أذى أو موت أو إصابة نفسية أو اضطراب في النمو أو حرمان والعنف ضد المرأة هو أي عمل من أعمال العنف الممارس عليها لكونها إمرأة ينتج عنه أو من الممكن أن ينتج عنه أذى بدني جنسي نفسي أو أي معاناة للمرأة وذلك يتضمن التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل أو الإقراء أو الحرمان التعصفي من الحرية يعني هناك أنواع عنف هناك أثار ناتجي عنه هناك دائرة للعنف اليوم ستريما في خطوات أكيد أول خطوة شو بتقيل للأم أو للستة اللي هي عم تتعرض لأنواع العنف اللي ذكرناها أنا بحب مع أنه المناسبة كتير مهم وهي حتى لو هي عيشة بظروف كتير صعبة وظروف قليمة بقلها كمانا كليد وهي أم ومهمة كتير بالرغم من كل هالظروف اللي عم تعيش فيها تقدر دورها وتقدر التضحيات اللي عشتهم لفترة سنين لأننا نعرف نحن أنه الأم إذا بتتحمل لفترة سنين العنف بكافة أشكاله وأنواعه هي لأنه ما بدأت تخسر ولادة لأنه ما بدأت تخسر حضانة ولادة خاصة أن نحن بمجتمع وانين والأحوال الشخصية بالأخص كتير مجحفة بحق الأم كرمل هيك يعني بقلها ما تنسى أنك تبقى أم بالرغم من ظروفك الصعبة ومعاناتك نحن بالمركز نتوجه من خلال فريق العمل إذا بتكون يعني في خدمة قانونية مؤمنة من خلال فريق عمل محاميات أو محامين لاتنين محاميات ومحامين يعني أخصائيات نفسية ونفسيين هم أتمين خدماتهم مجانا أكيد لا يعني في قسم تطوعي وفي قسم لا مدفوع لأنه خاصة العلاج النفسي اللي هو مكلف للمنظمة نعم بس منعرف أنه ما فينا نحكي عن إشكالية عنف ما يكون فيه متابعة نفسية أكيد وياللي بتطلب السنوات وسنوات لأنه يمكن أوقات منعرف أنه يمكن الأثار الجسدية بتروح بعد أسابيع يمكن أو أشهر بس الأثار النفسية ما بدها علاج سنين وسنين لحتى السيدة ترجع تسترد سيئتها بنفسها وتعترف بوجودها يعني كأم وكسيدة فإذا نحنا فريقنا مألف من أخصائيات اجتماعية من محامين ومن معالجة نفسيات لحتى فعلا نكون عم نأمن للمواكبة على عدة مستويات حتى كون حضرتك المسؤولة عن مركز السماع والإرشاد معرفة 24 إلى 24 يمكن الخط نعم هو الأكيد في دوام يعني محدد ونحنا منفضل أن نلتقي بالسيدة بالمكتب لحتى نكون عم أول شي نخلق علاقة سيئة معه يعني هي بتوجه على مكتب كون عندكم كم مكتب بلبرين أو مكتب واحد مكتب واحد بمنطقة بادارو بس الاتصالات منتلقيها من كل المناطق وبأي وقت لأنه هو الهيلب لين موجود 24 على 24 ورحي أقطع للشاشة اللي هو 03-01-80-19 018-019 018-019 خط أمان سميتوه خط الأمان نعم حتى يعطيه الأمان عليك الأمان فيك تحكي فيك تعبري إن شاء الله فعلا نكون أكيد ما تترددي ما تترددي طلب الدعم هذا المطلوب صح العنوان بدي أرجع أقول أنه بشارع بدار وبينية بيدون طابق الأول تليفون 0139220 بتتعرضوا شي هيك للتهديدات للتهديدات مثلا طبعا كيف بتوجهوها؟ نحنا التهديدات يمكن أول شي كمنظمة كفا لأنه نحنا بمحل يمكن نهاجم أنه نحنا عم نفكك الأسرة ونحنا عم نشجع الطلاق وهذه كلها معتقدات غلط نحنا بالعكس يعني نحنا إذا عم نساند هالسيدة ويمكن بحب أقول أنه معظم النساء أكيد ما بيجوا بيكون عندهم الهدف هو الانفصال أو الطلاق مثل ما بينقيل عادة هي بيكون هدفة أنه فعلا كيف تقدر تواجه أشكالية العنفة اللي هي عيشتها وفي قصم كبير بيبقوا داخل السرتون بس بيشتغلوا أكثر على كيفية التعاطي مع إنسان عنيف ويالي تارك الأسرة يعني ممكن أنتو تأمنوا له مكان ولا لا التواصل ما بيكون هيك بعد نوصلتوا لهالمرحلة نحنا من نسي يعني نحنا فيه أكيد عملية تشبيك مع باقي الجمعيات اللي بيشتغلوا بنفس الإطار وفيه مراكز كمان إيواء آمن للسيد المتروكة بيالي ما عنده أي مكان تلجأ له بيكون فيه تنسيق مع هالمراكز لحتى نأمل لها مكان آمن معنا اتصال ظاهر من إحدى السيدات ألو ألو بونجور بنا نعيدك اليوم بعيد الأمهات بعرف أنك شكرا متأسرة بهالنهار شي طبيعي شو القصة شي طبيعي تأثر إذا شو القصة أكيد خبرينها شوي من شو عم بتعاني هي أكبر معاناة حرمان الأم من ولادها نصبا ونحن القانون الأحوال الشخصية كتير مش حف بحقنا نعم مش بدي قلي يعني عنجات كتير أنا بهالبهايك موقف كتير بتعصد بعرف بس اليوم ولادك مش معي كلاه لاي بعيدة عنهم أو لاي بععدوك يا عنهم مين بععدون لا عنه بيهم أخدهم مني نعم وبععدون عني أخدهم على غير بلد يعني مش هوم مش بلبنان نعم وأنون الأحوال الشخصية ما قدري عمل لي شي لمحاكل ما قدري تعمل لي شي لأنه إذا بندخل بالطائفية وندخل بهالأمور هاي كلها كتير مش حف الأنون بحقي كان أنه أنا ما مشي بالنهاية طلعت مشي زوجك لبناني؟ لا منو لبناني ما بتتواصلي أبدا مع أولادك ما في أي طريقة ما رحتي على محكمة لأنه الأم بحقلة تشوف أولادها يعني منك قادرة تسافري قطع عليك السفر شو؟ هو أساسا كان إنسان منه مليح كان إنسان معنف يعني نعم إذا معنف كيف الأولاد معه مش معك أنت؟ الأولاد معه لأنه أخدهم خطفهم مني نعم وأخدهم وهون ما في قانون يقدر يجيبهم أساسا نعم أبعدك كيف بدي أقوله وكيف بدي أطلع حتى لو طلعت تقيلة بس أنا كأم مسيحية ما بحق إلي ربي أولاد إسلام يعني حتى بها البلد التعايش كمان منلاحظ أنه فيه في كتير قضايا من هالنوع مادام شو بتحب تقولي عبر الحلعينة لمين بتتوجهي اليوم بعيد الأم؟ بالنتيجة أنت أم اليوم شو بتحب تقولي عبر البرنامج لمين بتتوجهي؟ أنا بتتوجه لأولادي وين موجودي؟ بأي بلد؟ بمصر طيب إن شاء الله يكونوا على السمع وعم بشوفونا شو بتقيليلهم؟ بقيلهم أني تحبهم كتير وراح ضبني كافحوا جاهد هذا اللي بدي إليك يا إلا ما تشوفيهم يعني وإن شاء الله قريبا أنا بعيدك مجدد وإن شاء الله العيد الجاي بتكون العيلة مجتمعة والأولاد يتعرفوا على أمهم شكرا لإليك وهيدي حكاية تحكيتها نعاد على الجميع بالخير على كل الأميات بالخير وعليك إن شاء الله وهيدي حكاية تحكيتها ستريما شو بتحب تقولي عبر البرنامج؟ هي حكاية كتير أمات حكيوا عن مؤساتهم ومعاناتهم يعني داخل أسرهم في كتير رسائل مؤسرة داخل هالكتاية بتوجهوا فيها يمكن للأوداء تتوجهوا للنواب تتوجهوا لأهليهم لأنه قد كتير معانات الإنسان بتبلش من طفولته بين أهله بين أسرته بين أسرته للأسف يمكن مهم يمكن هيدا الرسالة لكل المجتمع أنه فعلا نقدر نتضامن على كل المستويات لحتى أن نكافح أشكالية العنف إن شاء الله يعني الأهداف أهداف كفا عنفو استغلال توصل لمطرح ما بدا تصلوا وما يترددوا أبدا الأمهات والسيدات شكرا لحضورك معنا ستريما فاصل ومنتابع نتعرف على منظمة عدالة بلا حدود وأكيد كنوا معنا المتابع نتعرف على منظمة عدالة بلا حدود أخيه واضحة حق هذا العدالة مسؤولية المجتمع مش أفضل واضحة إذا غبارك حقه لازم حدا يدل من حق علينا نطيحة واضحة تكامل المجتمع عبارة عن مرة ورجل واضحة مطالبة العدالة يعني المطالبة جميعي أه يعني العدالة حقه وما لازم نتخلي عظم واضحة 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 نتابع الحل عنا طبعا واضحة جيد جدا لأنه العدالة حقه لازم نطالب فيها وبالوقت زيته بين رجل وامرأة هايدي هي الحياة المرأة نصف المجتمع هيدا هو الدستور اللبناني رح ننتقل إلى العدالة حق لي أهلا وسهلا فيك مديرة المنظمة السيدة المحامية برديد شالابيون الدائم هم اليوم السيدة الأم إن الطالب بحقه وما تتردد قبل ما بلش بنتواجه بمعايدة لكل الأمهات لأول شيء للأم اللبنانية وبتواجه بمعايدة كمي للأم العربية اللي عم بتمر بظروف كتير صعبة وبألمتها تقدر تحضن ولادها وتحافظ على عائلتها بالنسبة لموضوع العدالة هو الموضوع الأساسي اللي نحن بنشتغل عليه بمنظمة عدل بلا حدود ويلي بنهدف من خلاله بمساعدة المرأة وتمكينها للوصول للعدالة يعني للمطالبة بحقوقها أمام المحاكم سواء كانت محاكم روحية أو شرعية أو مذهبية أو للمطالبة بحقوقها أمام المحاكم المدنية والجزائية للأسف موضوع العدالة يعني نحن بنحكي على تمييز بين رجل وإمرأة ولكن بموضوع العدالة بنحكي على تمييز بين إمرأة وإمرأة إمرأة غنية وإمرأة فقيرة الإمرأة الغنية اللي قادرة توكل محامي وتوصل له توصل لحقوقها من خلاله والإمرأة الفقيرة اللي ما بتعرف شو هنا حقوقها كيف تقدر توصل نحن بإطار بمنظمة عدل بلا حدود عم نشتغل على مشروع اسمه تمكين المرأة من الوصول للعدالة اللي عم نشتغل من خلاله أنه نشتغل على توعية الحد الأدنى 1500 إمرأة صرنا مضربين حوالي 700 إمرأة تعريف عن حقوقهم نشتغل مع الرجال نعمل مؤخراً متند الرجال تنقدر كيف ندخل قضية المرأة بأجندة أحزاب السياسية والقادة المحليين وكان عنا شغل رائع جداً مع الكودات الروحية نحن كنا عم بنركز بهذا المشروع على المحكمة المرونية فكان عنا لقاء مع حوالي 270 كاهن بأبرشية بيروت وصاربة وأبرشية جبال وعم نبحث كيفية تأمين الصبل لتمكين المرأة من الوصول للعدالة كيفية تشجيع المحامين يعني حتى مع نائبة المحامين ببيروت بالتحديد مع لجنة الأسرة كيف نحن نوعي المحامين كيف نحن نوعي النساء نوعي المجتمع على حقوق المرأة كيف نحن نساعد المرأة أنها توصل لحقوقها لذلك نحن من تأسيسنا لحديثها نشتغل على تقديم استشارات قانونية مجانية للنساء يلي عندهم مشاكل قانونية سواء كانت قضايا مرتبطة بالأحوال الشخصية بالجنسية بالتشجيل الأولاد بأمور مدنية أخرى وحتى نحن بنتابع حالات أمام المحاكم يعني نحن خلال فترة إذا بدي قيص خلال فترة سنة ونص سنعاتين بحدود الـ 290 استشارة قانونية مجانية موثقين عنها ومتابعين حوالي الأربعين ملف أمام المحاكم الروحية وهذا يكون بصورة مجانية أو شبه مجانية تبقى لوضع المرأة يعني اليوم أمام الأمة مرات من معاناة تغير العنف الأسري أو الجسدي أو البدني اليوم هناك الحضانة وهناك إعطاء الهوية المرأة اللي بني أنتعطي الهوية هويته وجنسيته ست مرأة أهلا وسهلا فيك مرأة منوكيون حضرتك كمان توصلت مع العدالة بلا حدود نعم شو القصة؟ أول شي بدي عايدك كأم مرسي يا سلامة تفضلي أنا بديت قصتي مع الأستاذة برجيت قبل ست سنين بعد ما كنت أنا أخدي بطلان زواج وبعد أربع سنين اضطروا أولادي يجوا لعندي لأنه شافوا أنه قدما البيض شوه الصورة ما قدر بالأخير تبين الحقيقة يعني نعم عندي أنا بنتين وصابي البنات وصلوا لعندي لأنه ما كانوا قصرين فيهم يطلعوا مثل ما بدهم الولد الصغير الصبي الصغير هو الأصغر كان عنده أول شيء آسر بعدين كان عم يفوت بمشاكل فايد بمشاكل نفسية بدك تقولي من الحال اللي فيها هو نعم طرينا نرفع دعوة وصاية وأخذ نفقة مشينا فيه للدعوة أول مرة ربحنا الدعوة بعد سنة وعشر تشهر رجع الباي بيطالب أنه لازم يتوقف النفقة لأنه ابني وصل لـ 18 سنة كمان رجعنا كمان استقنفنا استقنفنا ربحنا بس بدي أقولك شغلة أنه أنا ابني بس وصلنا لعند الأستاذة بريجيد تشتغلنا أنا وإياها والمساعدة استماعية وحتى تطرينا أوقات نسأل استشارة نفسية لحتى نقدر نمشي كلنا أكيب مع بعض لحتى قدرنا نوصل ابني نشيله من ميلة ونحطه بميلة تانية هلأ فيني قلك أنه أنا ابني في فارق كتير بين أربع سنين لأقدم لورا وهلأ لأنه هلأ صار معي بأسرة في أم حاضمة صار معي في أم بيدروسه متفوق كتير صار وصل على الجامعة كان من البروفيك كنا نخاف إذا بده ينجح هلأ صار من المتفوقين بالجامعة مش أنه بس أنه عادي يعني اللي بتقول أنه تفكك أسرة مرة يعني بأسر كتير نفسي وبأسر على نمو أكيد كان فكري جسدي أكيد أكيد أداشك مبسوطة اليوم كتير ما فيك تتأملي كنت كان عندك الأمل لا ما كنت بتأمل يعني هون شو بتقولي للستاتي اللي عندن نفس المشكلة بدي أول شي أنا كنت من الناس اللي بفكروا أنه ما في عدالة بهدنة كنت أولى بصوت عالي لا أهلا أنا في نقول في عدالة طالما في جمعيات مؤسسات ناس بيساعدوكي هن بكل شي بيساعدوني مش إنه بس بيعطوني استشارة لا بالعكس بيساعدوني بكل شي إياما أيام تطريت فوت أنا على المحكمة وهي نطرتني برا لأنه هيك الوضع لازم فوت شجعتني فوت وعملت مني إنسان غير نحن من عيدك مجدداً ومبروك وبدأي أقول لك كل الستات ما تترددوا عدالة موجودة وما نكون متروكين أهلا وسهلا فيك أهلا فيك وستي بريجيت يعني كمحامية اليوم إداش مهم بالنسبة يعني عم بتقلي تدخلت المحكمة طارت فوت لها يعني كمان هذه شغلة توقف على أوص محكمة وتحكي هو أنا بس بدي أقول شغلة يمكن مرال بلشت فيها وبس العدالة ما في عدالة طالما في حدا يطالب بالعدالة وقضية مرال صدر حكم نهائي صدر ملف بطلان صدر حكم البطلان صدر حكم الحضاني يعني الملف انتهى بصورة نهائية ولكن طرأت ظروف ومرال كان عندها رغبة أنه أنا بدي أولادي أولادي بحاجة لإلي أنا ابني ضايع أنا بناتي بدون وكل هالفترة كمان أكاد عم تهتم فيهم فنحنا رجعنا اشتغلنا بس نحنا كتير اشتغلنا على بناء المرأة كامرأة بناء المرال مثل باقي السيدات كنساء يعني مش ما يكونوا مثل مثل الخواريف بنجروا راحين على المحكمة وجايين ما يعرفوا نحنا شرحنا لهم الإجراءات بالمحكمة بتصير هيك لازم نطالب هيك أنتو بتكون تساعدونا لأنه بالنهية هيدا الشيء موجود ببيتكن هيدول الخفية بيتكن أنتو بتكون تساعدونا أنتو بتكون توقفوا ما تستحي إذا دمعتك بدا تنزل خليها تنزل دمعتك ما تستحي الطالبة بحقك يعني لما بتفوت عندها القاضي بتعرف القاضي يعني مش شو ضروري شو بدو يسأل بس تعرف الإجراء القانوني كيف بدو يمشي أكيد تعرف شو بدن تحكي مش تحكي بالمقشة مش تحكي بالمهم والطالب بالمهم والطالب للآخر والحمد الله بتوصل لنتيجة ست بسمة أهلا وسهلا أهلا وسهلا نحنا من عايدك كمان اليوم بعيد الأمهات أنا كمان بعيدكم وبعيدك الأمهات العالم وبالأخص الأمهات اللي مظلومة مظلومة نعم بتحس الحياة ظلمتك؟ أكيد ظلمتك كمرأة أو كأم أو شو؟ لاتنين لاتنين عادة المرأة بحد ذاتها دايما مظلومة ودايما حق مهدور لها لها لوقي نحنا حدك أكيد بنا نقول لهم لرجال شمعا شيلوا إيديكم عنا ماشي الحال تفضلي شو خبرينا شو قصتك؟ يعني أنا فيك تقولي أول شيء يعني أنا بدي ضوي على موضوع هو الهوية إثبات النسب نعم هيدا الأمر بحد ذاته أنه في أشخاص أنه بيعتبروا بشكل عام أنه منا قصة لأ هي بالواقع في ناس عم تغرق وعم بتموت يعني عم تتدمر حياتها فوقاني تحتاني بسبب هيدا الموضوع يعني أنا بدي بس ضوي على شغلي لأنه بالمحاكم الشرعية والمحاكم المدنية كتير 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 وهيدا الناحية من قصة إثبات النسب يعني ممكن أن أمتاكل يعني أنا عشر سنين مثلا بالمحاكم عشر سنين أكيد بدي مر بمراحل بدي أسفية أكيد بدي مر لما أكون لحالي لما الدولة مثل ما بقولوا أولينا صعبة لهذا الشغل يعني أنا بسبب هذه الهوية أتفرعت عن أولادي أكثر من مرة أكثر من مرة يعني وأكثر من مرة أن رفضت دعوتي وأكثر من مرة رجعت وقفت ورجعت كفيت ونوضيت ووصلت لمحالا؟ إنه لا خلص أنه أنا لما الدولة بدي ترحل أولادي وأنا لأنه زوجي أجنبي بدي ترحل أولادي بدي ترحل زوجي وأنا بدي أبقى فترة طويلة ممنوع 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 ما فيني سافر ما في Shannon هذا أكيد بتأثر بنفسيدي يعني أنا مريت بظروف كتير صعبة عن جد يعني ما بحب أي مرة تكون فيها وبعد كم كفاية أكيد ما ترددت إلى العشر سنوات ولا مرة يقصي ولا تقلت ما بقى بدي كفة شو كانت دافع أمومتك ولا حقك ولا شو أكيد أول شيء الدافع اللي خلاني قاوم وقف وقل لا ما لازم انتهي هون يعني مع أني حاولت أكتر من مرة أنه لا أنا حياتي كلها انتحت هلأ هلأ أكيد بفضل الله وفضل معرفتي بالأستاذي بريجيت يعني أصدت العدالة بلا حدو كيف عرفت فيه شو في تخابرك أنا كيف آخر حدا ممكن فكر فيه أو فكرت فيه كان ما بعرف عنهم شيء بهذه الفترة أنا مش من زمان يعني من تقريبا من شيء سنتين بهذه الفترة كانت حياتي كلها رجعت انتكست لنقطة مليون تحت السفر خلاص ما بقى عندي شيء أمل عندك شهر هيدا الشهر بكترجع تعيدي في حسد دي أنا أي مرة ثانية بديك ترجعي تسبت الأمن العام بمي لأولادك انتردوا من المدارس لأنه كان مصاريف علاعات كتير وكان فهمي للموضوع وبعض المحاميين مع اعترامي للمد أنه كانوا يحطوك بمحلات ما ينظروا أنه أنت أم بديك تخلصي كانوا عاملين القصة مادية يعني كانوا في بعض المحلات بدل ما هالمحامي يشتغل لصالحك كان عم يشتغل ضدك يعني قد ما بيقدر يطول ماك بالمحكمة هيدا عن جد أنا يعني بحب أحكي فيها لما وصلت لعند المدرب رجيت أنا كان أعطيني هيدا والشهر أنه لازم أعمل إثبات الناس أبو لازم أخر فرصة أو بيخسر قضيتي كلها من الأساس نعم ما هي الحال يعني بتنتهنها هيدا صرت أنا أفكر طيب هلأ أنا كيف بدي أعمل هيدا الشي بشهر كيف بدي تفاوض مع الأمن العام كيف بدي رجاء أمور كلاتها مرحبت رحت على الوزارة بلشت أقصد ناس قلت أنا ما بدي أوقف هون بلشت أقصد أشخاص وللأسف أنا معلش بدي حب أحكي أهم في بعض الجمعيات بعض المؤسس الدولة بحد ذات الوزارات أنا هيدا شغلي بدي خاصة يلا أقولي 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 أما يلتخل الوقت من بعد ما روحت على وزارة الشؤون وما كان إلى حل كان كل شي مستحيل يعني كان عندي خلاص ما في أعمال قررت أني بدي كيف حالي دحتي سيارة ما عدي عندي أمل إيه إيه توصل لهون وصلت مرحلة اليأس أكتر أكتر أجت واحدة مسكت بيدي قالت لي أسمعتك من الأساس جربة احكي مع هدول المنظمة قلت لقعت إليلي لا منظمة ولت إليلي ولكن كانت ياد خير كانت ياد بيضة مسكت بيديك جيت لعندها نعم أنا بدي أقلك يعني مبروكي أمومتك لأنه وحلو أنه ياخدوا الجنسية بتكون الأسرة متماسكة وإن شاء الله وأخذت الجنسية بـ 21 أزار للسنة الماضية كثير حلو يعني هون بتشجعي السيدات أكيد أول شي بقلنا لكل السيدات اللي عندهم حالات متشابلة إلي ما تعيش الموضوع أكتر من حجمه طبيعي لقت كافي حتطبع تشيل كلمة المستحيل من حياتها من قاموسة وبعدين هي أمورها حتكلاتها حتتبدل مثل أنا تبدلت معا سيدة بريجيد مسك الختام يعني أكيد اليوم حتى نشجع خصوصاً الأمهات لبعاد عن أولادهم يلي عم بيطالبوا بحضانة بهوية لأولاد حتى الأسرة تبقى مجموعة اليوم في كتير مشاكل عم بتبعد الأسر عم بتفكك الأسر شو هيك الكلمة اللي بتحب تقولي أولاً كأم أولاً تانياً كمحامية بهالعيد الحلو اليوم عيد الأمهات أول شي بدي أقولها للأم للسيدة وللأم أنه ما تستسلمين يعني أولادك لازم يكون هنا ندافع الأساسي والرئيسي أنك تناضلي والسيدتان اللي قطعوا يمكن ما قدروا يحكوا كل قسطن ولكن مرأوا بيزوروا في كتير صعبة يناضلوا ووصلوا فيها لحقهم بيصرف النظر إذا كان الزوج لبناني أو أجنبي تناضل وتقدر تدق الباب وتجارب تفهم وتعرف وتطالب وتصرخ طالب يعني هيدا حقها مش هي عم تاخده من أيها عم تترجع أو عم تستعطي يعني من حدا يعطيها ايه وأنا بدي أقول أنه نحن جاهزين لمساعدة ومساندة لهيد السيدة سواء كانت سيدة أو حتى أو كانت فتاة لأنه كتير مشتغل مع الصبايا اللي بدون يتجوزوا أو اللي اللي فيتين على معترك هالحيات فنحن مستعدين نعطي استشارات قانونية مجانية وخدمة قانونية مجانية للنساء المعثرات بالتحدي بهالوقت عم تقطع أرقام الهوتلاين اللي هي 70 828 70 209 409 أنا بدي ألك شكرا لحضوركم معنا اليوم بعيدكم مجددا بقول الله يقويكم وبدقول شكرا للمجتمع المدني يلي هالمنظمات المتل منظمتكم يلي هي حد كل مرأة وكل متألمة وبدأ يقلون للسيدات بهالعيد الحلو اليوم افتخروا إنكن أمهات لأن أنتوا صانعي الأجيال وبالوقت زيتوا ما تترددوا ولا يوم بالمطالبة بحقكم وللرجل بدي يقلوا عندك أم عندك زوجة عندك أخت عندك بنت أنت والمرأة بتشكلوا هالمجتمع هالنسيج الحلو حتى نرفع بمجتمعنا اللبناني كل عيد وأمهاتنا بألف خير ونشر له الربيع ربيع 2013 يزهر محبة وفرح وسلام وحق لكل الأسر اللبنانية والعربية والعالمية بعتيكم موعد مشاهدينا بكرة دايما عبر الحل عنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة